المعلومة اللي عندي بتقول انه صفوة الشريف المبنى اللي ادبنى سنة ستين ده اللي هو مبنى اللي زاعدت تلفزيون اسس فيه صفوة الشريف اللي تولى وزارة الاعلام تقريبا سنة 82 وكان صفوة الشريف جاي من المخابرات في الاول ثم طلع فيه قضية انحراف جهاز المخابرات وادارة الشواء الامنة او ما يسمى بعملية الكنترول فصفوة اختفى شوية ثم عاد رئيس لهيئة الاستعلامات وبعدين لما جاء مبارك عينه وزير اعلام وظل صفوة وزير اعلام حتى صورة يناير من سنة 82 لحد صورة يناير تقريبا يعني صفوة الشريف خطت للتلفزيون ده الحياة بعبقرية شريرة مدهشة انه سيطر عليك وكان مسيطر عليك تماما في الدور التاسع في مبنى التلفزيون المبنى المدور مش البورج يعني في المبنى ده عمل صفوة او اسص صفوة مكتب لنفسه انا اشتغلت في المبنى ده حوالي سنتين كان في دور لايمكن تعدي عليه وصعب جدا تعدي عليه وهو الدور التاسع مكتب صفوة بيه كان صعب جدا يعني ولو اسنصير لوحد وحاجة كده يعني مبنى يعني اللي يطلع الدور التاسع انا طلعك الدور التاسع ده مرتين في المرتين التقيت بصفوة الشريف وكنت بس عشان نسجل مع حوار مش عشان حاجة تانية يعني فالدور التاسع ده هو دور يعني محاط بسرية شديدة جدا لما ماشي صفوة الشريف عقب صورة يناير ولما تأسست الحقيقات الوطنية لإعلام بدأت ناس كتير تحط يعنيها على مكتب صفوة الشريف فلما تأسست كم هيئة إعلامية كده كانت فيه خناقة على مكتب صفوة الشريف الخناقة دي كانت ما بين كرم جبر ومكرم محمد أحمد مين ياخد مكتب صفوة الشريف الحقيقة كرم كان قوي جدا أخد المكتب ده لنفسه بعد معركة مضنية ومكرم تحكم في الإعلام المصري الفترة اللي فاتت دي كلها لحد ما تعين أسامة هيكل لما تم تعين أسامة هيكل وزير للإعلام أو وزير دولة للإعلام أول تصريح من مكرم محمد أحمد كان بين أو إنه مجروح فقال بالنص مكرم قال بالنص إن ده وزير بلا وزارة التصريح موجود قال ده وزير بلا وزارة عايز يقول إن هو الوزير الفعل للإعلام يعني مكرم محمد أحمد هو الوزير الفعل للإعلام وبعدين بعد كده قال على الدولة إنها تحدد اختصاصات وزير الدولة للإعلام ده أهو مكرم محمد أحمد وفي التصريح هو يوم لحد 22 ديسمبر هيكل وزير بلا وزارة ولا بد من تحديد اختصاص فكان واضح قوي إنه تعين هيكل جرحه يعني جرحه جرحه يعني طيب بعد ما جرحه هذا التصريح بعد التأتيه النهاردة المعلومة اللي عندي بقى إن أسامة هيكل أول إمبرح أو من مدة يعني استدعى مكرم محمد أحمد لمكتبه بعت يجيبه وطبعا دي كبير على مكرم قوي مكرم ده كان رئيس مجلس دارة داري الهلال وبتاع مبارك قوي استدعاءه سامة هيكل لمكتبه دي جامد قوي ولما استدعاء المكتبه أمره بإنه يخلي مكتبه في الدور التاسع في التلفزيون اللي يعرف مكرم من قريب يعرف إنه راجل غلاط يعني أبيح يعني بيعمل كل حاجة في الكلام أبيحة وكل حاجة وألفاظ وكله اسأله الناس إيه لي تشتعت مع مكرم في مكتبه فالمؤمن إن مكرم الحقيقة أبح أو يعني طول لسانه أو يعني تهور المعلومة بتقول لي كده فلما تهور مكرم وسامة هيكل تردوا من مكتبه أنا بقول له كل عندي ومن قيادة صحفية وأنا أسق فيها طردوا من مكتبه فأسامة مكرم لما خرج من مكتبه اطرد لما مكرم اطرد من مكتب وسامة هيكل اتصل بقيادة كبيرة حوالي السيسي وقال له أنا يعني الرجل استدعاني وعشان يقول لي كذا ويخلي مكتبه الرجل القيادة ده قال لي مكرم اخلي يا مكرم مكتبك دي المعلومة المعلومة بتقول إن مكرم اتمسح به الأرض من أسامة هيكل المشكلة بقى مش في كده المشكلة إن فيه كلام إن مكرم محمد أحمد ماشي وإن هيمسك مكانه كرم جبر وهيجيبه أصام الأمير يمسك حاجة يعني فيه زيتها كده حصلة هيتطير فيها مكرم وأنا الحقيقة لحد الوقت المعلومة عندي كده إنما الأهم في المعلومة بقى إن أسامة هيكل فيه شخص في المخابرات كان ماسك الشؤون المعلومة في قوات المسلحة الشخص ده بيدير التلفزيون دلوقتي الإعلام الشخص ده بيكرأ أسامة هيكل فأنا عايز أقول لي أمين النقاش وهو حتى بص رحيل مكرم وتصعيد كرم وضم عمر عبد الحميد تغيرات ننشر تغيرات الهائة الإعلامية ده المعلومة يعني تقريبا ده الخبر ده بيأكدها رحيل مكرم عالم القاهرة 24 وستتم خلال أيام عادة تشكيل الهائة الإعلامية وهي الهائة الوطنية الصحافة الهائة الوطنية الإعلام المجلس على تنظيم الإعلام بعد ساعات من تعيين أسامة هيكل وشهور من الترقب والتكاو وقال مصدر مطلع للقاهرة 24 أنه تقارى تصعيد الكاتب الصحفي كرم جبر لمنصب رئيس الهائة الوطنية الصحافة اللي يتولى منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلفا لمكرم وحسب مصدر ربما يصدر قرار تنظيمي خلال أيام يتولى أسامة هيكل وزير الدولة الإعلام الإشراف على هيئات الإعلامية الهدف من القرار منع تضارب الاخصصات ومنع هيكل ومنع هيكل صلاحات أكبر لتمكينه من تطوير المنظومة الإعلامية أشار المصدر أنه تم تحديد اسم خليفة كرم جبر أنا بقولك بقى احتمال كرم جبر يروح مكانه بيقوله عصام الأمير وهيستمر حسين زين منصب رئيس الهائة الوطنية الإعلام بعكس ما هو تداول وأنه سيتم إضافة أسماء أخرى المهم يعني أنه أسامة هيكل هيجيب ناس هو مسيطر عليهم أصلا على كل حال سواء إذا حصل التغييرات دي أو لا لكن اللي أنا متأكد منه أن أسامة هيكل استدعى كرم محمد أحمد لمكتبه وأمره بإخلاء المكتب بتاع صفة شريف ولما تهور مكرم في مكتب أسامة هيكل أسامة هيكل طرده ولما استعان مكرم بالقيادة الكبيرة في المخابرات اللي بتديل الإعلام القيادة تلبطه أن يسمع كلام أسامة هيكل أنا في انتظار نهايتك يا مكرم بصراحة لأنك رجل الحقيقة يعني كان مفروض لو مت من 15 سنة كنا ممكن نبكي على واحد من أعلام الصحافة المصرية لكن إن شاء الله إنك تستمر في العمر لحد ما نشوفك خنزير حقير بتبارك وتعلن الخطة اللي أخذ بها محمد بن سلمان تيرانو سنفير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر